اشتركوا في القناة بالسير على طرقات العاصمة الاثنين فضلا عن تلك التي تتمتع بإجازة استثنائية مثل سيارات الأجرة والإسعاف ولم يعتمد هذا التدبير سوى مرتين الأولى في العام 1997 والثانية في السبع عشر من آذار مارس من العام 2014 في ظل اجتداد التلوث بالجزيئات وأتى هذا القرار في وقت تواجه فيه الحكومة الاشتراكية في فرنسا انتقادات من جميع الجهات السياسية على تأخرها في اعتماد هذا التدبير الذي كانت تطالب به رئيسة البلدية منذ الخميس